أكد سعادة الدكتور عبلطي بن راشد الزياني وزير الخارجية أن الصراعات الخارجية والمنافسة بين الدول الأجنبية ساهمت إلى حد كبير في تشكيل الشرق الأوسط الحديث وزيادة التحديات والأزمات التي تعيشها المنطقة وقال وزير الخارجية أنه من المرجح أن يستمر تركيز القوى الخارجية وتدخلها المباشر في شؤون المنطقة في المستقبل المنظور محذرا من أن الخلافات بين دول المنطقة يمكن أن تكون بحد ذاتها حافزا للدول الأجنبية للانخراط في قضايا المنطقة لتعزيز مصالحها جاء ذلك لدى مشاركة وزير الخارجية في الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر حوار المنامة تحت عنوان تأثير النزاعات خارج المنطقة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط وقال وزير الخارجية أن هذا المؤتمر وسط الإضطرابات العالمية المستمرة هو فرصة للمشاركين للتأكيد كما فعل جلالة الملك المعظم خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها قداسة بابا الفاتيكان لمملكة البحرين على الدور المحوري للحوار السلمي في منع النزاعات وحلها مشيرا إلى أن قداسة البابا وصف البحرين بأنها نقطة التقاء للإثراء المتبادل بين الشعوب وقال وزير الخارجية أن منطقة الشرق الأوسط تأثر بشكل فريد بالعوامل الخارجية التي تنعاكس على الشئون الداخلية للدول وعلى المنطقة بشكل عام مشيرا في هذا الصدد إلى الأثار الجانبية للصراع في أوكرانيا وتأثيراته على أسعار وأمدادات الغذاء والطاقة في العالم وحذر وزير الخارجية من أن ترك تأثير هذه الصراعات الدائرة خارج المنطقة دون موقف حازم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهابي والتعصب والتطرف بما لها من تداعيات على دول المنطقة والجوار الإقليمي وقال وزير الخارجية أن للقوى الخارجية دورا مهما في تعزيز أمن الشرق الأوسط من خلال الاستمرار في الضغط من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين أو من خلال دعم اتفاق مبادئ إبراهيم تماما كما يوجد مجال أمام دول المنطقة للعب دور مبدئي وبناء في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية داعيا دول المنطقة إلى التعامل مع هذا التحدي من خلال التركيز على ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في الاتساق والتماسك والاتصال الأمر الذي يتطلب الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وتعزيز التعاون الأمني لضمان مصالح دول المنطقة وبناء شراكات مع الدول ذات التفكير المماثل في المنطقة وخارجها لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية وأكد وزير الخارجية أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافنا بشكل مستدام وأن دول المنطقة والدول الأخرى يجب أن تدرك الحاجة للتوصل إلى حلول سلمية وسياسية لجميع القضايا والنزاعات الإقليمية وقال وزير الخارجية إن على دول المنطقة أن تعمل بلا كلل لمنع الصراعات قبل اندلاعها ولإنهاء الحروب القائمة في أسرع وقت ممكن مضيفا أن قيم الحوار والتعايش والاحترام المتبادل والتعاون قد عززت باستمرار السياسات الخارجية لمملكة البحرين لأن المملكة تعتقد أن هذا النهج البناء هو أفضل سبيل لضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسرع وفي الختام شدد وزير الخارجية على أن بعض التحديات التي تفرضها الصراعات والمنافسات خارج المنطقة على منطقة الشرق الأوسط تتطلب العمل معنا على الصعيدين الإقليمي والدولي للتخفيف من آثارها وما أكده جلالة الملك المعظم خلال زيارة باب الفاتيكان للمملكة حيث شدد جلالته على أهمية الشراكات الدولية الفعالة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتجنب التصعيد والمواجهة وإعادة توجيه الجهود الدولية نحو معالجة هذه التحديات